هذا وتشهد مختلف مراكز التطعيم في مختلف محافظات المملكة إقبالا لافتا ومتواصلا من قبل المواطنين والمقيمين على تلقي مختلف التطعيمات وذلك ضمن إطار الحملة الوطنية للتطعيم وقد بلغ مجموع من حصل على الجرعة الأولى من التطعيم المضاد لفيروس كورونا حتى مساء يوم أمس الجمعة أكثر من مليون ومائتين وخمسة وعشرين ألف شخص فيما تجاوز عدد الحاصلين على الجرعة الثانية من التطعيم مليون ومائة وخمسة وتسعين ألف شخص هذا وقد تلقى الجرعة المنشطة من التطعيم أكثر من تسعمائة وأربعة وأربعين ألف شخص